نددت دول عربية وغربية بالهجوم الإيراني على عاصمة إقليم كردستان إذا أمطرت إيران أربيل الليلة الماضية بوابل من الصواريخ الباليستية بلغ عددها 12 صاروخاً الهجوم الذي وصف بأكبر تصعيد في الشرق الأوسط منذ سنوات أعلن حرسه إيران الثوري مسؤوليته عنه ووصف رئيس إقليم كردستان جيرفان برزاني الهجوم الإيراني بالسابقة الخطيرة واعتبره انتهاكاً صارخاً لأمن واستقرار وسيادة العراق الرئيس العراقي أيضاً من جانبه اعتبره محاولة لزج العراق في الفوضى تحديداً لتزامنه مع بوادر الانفراج السياسية هذا ودانت الرياض بشدة الهجوم على إيربيل وأكدت الخارجية السعودية وقوف المملكة إلى جانب العراق فيما يتخذه من إجراءات لحماية أمنه ويأتي هذا الهجوم الصاروخي بعد نحو أسبوع من إعلان الحرس الثوري قتل اثنين من ضباطه بقصف إسرائيلي استهدف مواقع قرب دمشق الاثنين الماضي مهدداً بالرد وتزعم إيران أنها استهدفت مقارة إسرائيلية في الوقت الذي تنفي فيه سلطات كردستان العراقية وجوداً لمقارة إسرائيلية في عاصمة الإقليم هذا وندد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان بالهجوم مؤكداً أن واشنطن تعمل على مساعدة العراق في الحصول على قدرات دفاعية صاروخية للدفاع عن نفسه سوليفان أيضاً أضاف أنه لم يصب أي مواطن أمريكي في الهجوم كما لم تستهدف أي منشآت أمريكية ولكن الولايات المتحدة ستفعل كل ما بوسعها للدفاع عن شعبها ومصالحها وحلفائها المسؤول الأمريكي أيضاً أكد أن بلاده تتشاور مع الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان لمساعدتهما في الحصول على قدرات دفاع صاروخي ليتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم ومدنهم